بسم الله الرحمن الرحيم نبقى في مقرر تقييم وتشخيص صعوبات التعلم ونبقى في الوحدة الثامنة تقييم وتشخيص صعوبات القراءة ونتناول الدرس الرابع بعنوان اختبار قراءة لقياس السرعة والدقة والفهم القرائي كما قلنا سابقا أنه عندما أقوم بتشخيص القراءة في اختبارات قراءة الرسمية أقوم بتشخيص الصحة القراءة والفهم القرائي الآن هذا مثال على اختبار قراءة غير رسمي يوجد فيه نص وقلنا أنه أضع نصين لكل صف دراسي أحدهما لقياس صحة القراءة والآخر لقياس الفهم القراءة هذا نص الآن موجود اسمه الغذاء الجيد بسمة تلميذة مؤدبة ولكنها هزيلة وضعيفة ذات يوم أغمية عليها بالمدرسة ونقلتها سيارة الإسعاف في المستشفى حزنت زميلاتها عليها وقاموا بزيارتها في المسالة منان عليها بعد يومين حضرت بسمة وسألتها المعلم عن حالتها فقالت بسمة أنا مريضة بفقر الدم والسبب هو سوء التغذية سألت تلميذة المعلمة ما معنى سوء التغذية فقالت المعلمة سوء التغذية يعني عدم تنويع الغذاء ينبغي أن نتناول الغذاء المنوع لنوفر الجسم الصحة والنمو والنشاط الآن هذا نص لو رأينا يوجد عليه أسئلة لقياس الفهم القراءة ضع علامة صح أمام العبارة الصحية وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة ولو لاحظنا كما قلنا في دروس سابقة ما هي الأفكار الرئيسية التي ممكن أن أستخدمها لوضع أسئلة مناسبة للنص لكي يجيب عليها الطالب لو راجعنا هذه الأسئلة سؤالا سؤالا ونلاحظ ونستكشف بأنفسنا كيف تكون الأفكار الرئيسية والأسئلة المناسبة لقياس الفهم القراءة بسمة الميذة غير موادة وضعيفة أغمية على بسمة بالمدرسة ونقلتها الإسعاف للبيت زميلات بسمة زاروها في المدرسة بقيت بسمة في المستشفى لمدة ثلاث أيام بسمة مريضة بالهزال والضعف سوء التغذية يعني تنويع الغذاء الغذاء المنوع يوفر للجسم الصحة والنشاط الآن هذا الاختبار يوجد فيه بيانات رئيسية ورقة تسجيل الاستجابات هذه الورقة يحتفظ بها الفاحص ولا يظهر للمفحوص تحتوي على اسم المفحوص رباعيا المدرسة تاريخ الميلاد الصف الدراسة تاريخ اليوم وهنا لدي عدد كلمات تمت قراءة على شكل خاطئ هذا لقياس صحة القراءة وهنا الزمنة تصغر المفحوص في القراءة بالدقاق والثواني وعدل جبت صحيح عن أسئلة الفهم هذا للفهم القراءة